الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيبت ندير تعليق على وفاة المرأة الوسارية رحمة الله عليها التي تقاذفتها المستشفيات حتى ماتت والآن قد علمت أن الزوج انتحى إمام مسجد إمام مسجد حبيبت نقترح على وزير الشؤون الدينية أنهم يديروا يعني سيارة إسعاف في كل ولاية تحت تصرف الآئمة تحت تصرف الآئمة لأن إمام المسجد مشغول بالصلاة ما يقدرش يغادر الجامع الناس يبدأ الخدمة على الثمانية وهو يبدأها على ربعة عصباح صلاة الفجر الناس يكملوا الخدمة على الخمسة وهو يكملها العشرة على الليل صلاة العيشة يعني المنصب الوحيد في الجزائر ليبدأ مرة ربعة للعشرة على الليل ولازم يكون في الجامعة في كل صلاة فتصيب الإمام تعلم المسجد ما يقدرش يقضي المصالح انتعه ولا المصالح تعولاده الأستاذة تقول لو لديه لازم تجي بابك ما يقدرش يجي مرت وتمرض ما يقدرش يديها لأنه هو ملتزم بالصلاوات ولذلك أنا أقترح على وزارة الشؤون الدينية أنه يدير مكتب للخدمات الاجتماعية في كل ولاية تابع للأئمة تابع للأئمة فيه سيارات فيه سيارة إسعاف يا أخي يا إمام دايمرت وتولد علىه يبقى يتميزه ويحاول سيارة ويكريه يتلفوني يبعت له سيارة الإسعاف يدي الزسل العيادة إمام رحبه يروح المعرض الدولي للكتاب باش يشري كتاب يتصل يبعت له السيارة لبيته توصله تعود ترده إلى بيته باش يكون دايما منتزم بالصلاوات إمام أو عنده خرجة رأي عنده شغل علىه يطبع في الحافلات وعلىه يحوس على السيارات علىه يتصل يبعت له السيارة مكتب خدمات للأئمة في كل ولاية وهذا لا يكلف شيئا مقابل ما يعطيه الإمام مقابل الخير والبركة والعلم لم يمدوها الأئمة والتوجيه والإرشاد والتحسيز يقول للإمام لازم الإمام يحارب المخدرات هو تاجر المخدرات يدور بعشر ألف مليار والإمام زوج ملايين وتمنمية بهذه زوج ملايين وتمنمية تعكم يحارب لكم المخدرات ها أكون ناويين أقدام يقول للإمام لازم يلبس لبس أئمة راه يقند ورد تلت ملايين برنوس برنوس حر تعالوابر بلغ خمسة وعشرين مليون وإمام يلبس لك لازم الدولة كما ساعي البريد كما عملت على الجماري كما الشرطة كما الجيش الدولة هي تعطي لهم اللبس أنت حمد الإمام موظف عند الدولة لازم تعطونه اللباس إمام جزائري كاين أئمة أو لابس ترونغاي كاين أئمة لابس جاكيطة كاين أئمة دير كاسكيطة كاين أئمة خبطة الحالة كله على كيفاء لابس وحد النهار الشيخ خروبي كان مدير شؤون دينية هذه هو حكاها لي شخصيا قال لي جابوني مدير شؤون دينية للعاصمة قال لي وانا جاي من البلاد متيزي وزو الإمام عماما صفرال برنوس البياد قندورا بلغا بيضا يعني قال لي جاي بالعقلية تعدشرة قال لي جابوني إمام قال لي بعدت للأئمة قاعد بش نديروا اجتماع في قاعة الأطلس في قاعة الأطلس قال لي ما لجاء الوقت قالوا لي دخل قال لي كي دخلت شفت الناس قاعدين في السينيما قال لي واحد لابس فيستا لاخر جاكيطة لاخر لي بوط كي ما الشعب لابسين قال لي نعم بلي هذو الناس جاءوا بش يشوفوا كاش فيلم بنيتوا واش قالهم قالهم يا جماعة خرجوا الله يجازيكم عندي اجتماع مع الأئمة لأنه هو في بالأم يسنى الناس بشي اللبياد والبرنوس والأمامة قال لي ند واحد لابس تونغاي تريكو زرقو بيدكي متع السردنية دار كاسكيطة قال لي قال لي اتكلم اتكلم الشيخ احنا هما الأئمة قال لي شف فيه قال لي قلت له اخوي انت ايمام ولا محباب الواد هاي لك ايمام ولا محباب الواد شفتوا وين وصلنا لازم الدولة هي تتكفل بالأئمة اللباس انتحهم تنقل انتحهم الأمراض اذا مرد ايمامي مرد زوجته اكوشته في عين والسارة راح تجراحة وصيارة تلعبوا بها حتى عود ردها ماتت لو كانت سيارة اسعاف تحت تصرف الأئمة يجوا يرفضوه بهم مرتب ويروح ويدخلوها وتعالج ويعود ويردوه الى بيته ونهار تخرج يجيبوها الى بيتها حسبنا الله ونعم الوكيل انا اقترح هذا على وزير الشؤون الدينية وني شبلي فيه خير عظيم لانا الائمة رمهيونين كين ائمة مباتوا في الجوامع ما عندهم سكن كين ائمة عزاب ائمة عزاب ما عنده زوجة كيف امام يصلي بالناس وليس له زوجة لا يبدو يكون عنده زوجة يكون عنده مسكن اذا ما عنده سيارة الدولة دي سيارة تحت تصرف الأئمة حسبونا الله ونعم الوكيل مغني تعراي يتلفون يبرك جهتون وبيت الديه لأفخم الفنادق أفخم الفنادق يقضي الليلة امام مسجد راقل في المقصور ومسكين حسبونا الله ونعم الوكيل سائل يقول ما رأي فضيلتكم سيدي في شاب يريد اختطاف فتاة بهدف الزواج هذا انتا ما كان احتسين هذا انتا لأن والدها يرفض أن يزوجها به هل يغفر الله له ما دامت نيته صالحة وهو يريد العفاف والزواج ها بس تفهم يا أخي اذا واحد يخطف طفلة بنيته بش يتزوج بيها ها ينقيسوها واحد يخطف سيارة يقولك أنا نيتين وحل الحج واحد يخطف يساق دراهم أنا نيتين بن جامع ها واحد يخطف مرة يقولك لأني سمعت بالإدارة مشاكل لراجلها بش راجلها يتهن ويعود الزواج شفت كيف لو فتح هذا الباب ما توليش كائنا حرام كل حاجة تولي حلال لأني على كائن سراق قال لك سرقت خدش نحب السرق السراق يقول سرقت بش نتزوج بش نبني وهكذا حتى لي يقتل ناسي تقتل يقولك قتلت خدش كاد وهذا إنسان يدير الشر ويخطط فأطفال ويتعدى عليه وهكذا لا يجوز لك يا أخي حرام عليك ومادام أنت رأك تفكر باللي تخطف طفلة خطش بابها رفض يعطيها لك هذا دليل بابها على حق مادم عقليتك أنت رأك خممت في هذا المسألة وكتبت سؤال مع أنت بابها لا حق اسمع إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي واختطف طفلة من البغي حسبون الله ونعم الوكيل لا يجوز لك أن تختطفها ولو بنية الزواج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته